حلو خالص يلا بينا نشوف القانون فيجي الجماعة في بريطانيا عامل مظاهرات اول حاجة قالت مظاهرة دي مش واخدة تصريح انزل لسوعه فيجي ريشي سونك يقول يا جماعة واحد انا الاوان للتوقف عن كل ما يعطل المواطن البريطاني انا الان انتوقف عن كل تلك المهاطرات على القانون ان ياخد مجرى وان يطبق بمن على الجميع ان يروا قوة القانون نحن ندعم الشرطة في كافة اجراءاتها ونوسع من صلاحيات كافة الهيئات الشرطية ونعطي لهم كافة الصلاحيات وعليهم ان يعلموا جيدا ان الحكومة البريطانية تقف وراء ظهورهم داعمين دا نص كلامه اللي قدام حضرتك هتلاقيه منشور في الجاردين هتلاقيه منشور في البي بي سي هتلاقيه منشور في الانديبندنت هتلاقيه منشور في كل الوكالات اللي في الدنيا هتقول يوسف الكلام دا قولك هو من يومين واحنا قاعدين بنتفق تم قلتوش ليه من يومين لازم نقعد نشوف عايزين نقعد نتفرج الناس الرائعة دي اللي المفروض انه بقى ايه هم عندهم الظن بتاع ان ربنا بعاتهم من السماء عشان يعلمون الصح ويعلمون الادب ويعلمون الديمقراطية طب انا عايز اتفرج على الديمقراطية عندك فتطلع بعض المظاهرات تقول خلاص حزب المحافظين اخفق احنا بمتكلم على ثلاث رؤساء حكومة لحد دلوقتي وبالمناسبة ثلاث رؤساء حكومة في هذا الخط الزمني بهذا المدى دي سابقة لم تحصل في المملكة المتحدة لم تحدث خالص ثلاث حكومات تتغير ما حصلتش ودي التويتا بتاعة ريشي سونك اه بس بيقول انا بس مش شافكوا اسم من بعيد this afternoon i met police chiefs to make it clear انني في هذه الظهيرة قد قابلت قيادات الشرطة حتى اضع الامر واضحا that they have my full support انهم يحصلون على دعمي الكامل in acting decisively ليتصرفوا بمنتهى الحسم to climb down on illegal خد بالك بقى بروتست ليواجهوا التظاهرات غير القانونية يعني يا سيد ريشي سونك المحترم هي المظاهرات قانونية ولا مش قانونية يعني المظاهرة اللي مش متاخد بيها تصريح تبقى مش قانونية صح؟ طيب ده عندك انت ولا عندي وعندك؟ ولا عندك انت بس وانا كخة وحش العوام قد وصلوا الى الكفاية الاكتفاء وصلوا يعني الحد هنا رحوا في مناخرهم من هذا الاختلال وانا هؤلاء الذين يخترقون القانون عليهم ان يتوقعوا القوة الكاملة لهذا القانون ايه شكل القوة الكاملة لهذا القانون والنعمة ما نعرف يا ترى هل ترى هم هيعملوا ايه هيقولوا ايه هيتصرفوا ازاي ايه هي القوة الكاملة تبقى للقوانين المنظمة للاحتجاجات السلمية في بريطانيا يصل مداها الى ايه هل يصل مداها الى المقولة السابقة بتاعة انه اذا كان الامر يتعلق بالامن القومي البريطاني فلا تحدثني عن اي حقوق للانسان وتلك هي الترجمة الدقيقة للتصريح الاديمية تع رئيس الوزراء الاسبق فيجي السؤال لا تسألني عن اي من حقوق الانسان لما الامر يتعلق بالمناسبة هو ريشي سوناك شايف ان الموضوع يتعلق بالامن القومي البريطاني هو اللي بيقول كده لو جيت قريت كامل تصريحاته هو اللي بيقول كده ان لا يمكن ان تتعطل مصالح بريطانيا لاجل مجموعة من الانانيين ده تصريحه